بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الرابع من الشابتر الرابع بعنوان multi views from isometric هنواصل مسألة tangent والintersection مسألة التماس والتقاطع بين سطحين وهناخذ المثال التالي كمنظور وهنا بالنسبة لهذا المثال عندنا هذا الاليفيشن وده ايه ده البلان في البلان هنا باللاحظ نقطتين تماس ده تماس وده تماس تنجنت اللي هو بيمثل النقطة دي والنقطة اللي خلف ولو حاولنا نرسم حاولنا نرسم الright side view هنا هيكون عندنا الاستوانة اللي هي بنمثلها بمستطيل هذه الاستوانة بتاعنا لو نظرنا في الاتجاه هذا هتكون ايه هتكون مستطيل هنا في الاليفيشن مفيش خط فاصل بين السطحين ليه لانه عندنا هنا تماس وهنا عندنا تماس وناخذ المثال الثاني كمان هذا المثال بالنسبة للمثال ده والمنظور ده ده الاليفيشن وده البلان ولكن في الحالة هذي عندنا ايه عندنا هنا بين سطحين هذا التقاطع وفي الحالة هذه محتاجين نرسم خط فاصل في هذا الخط الفاصل عشان نبين ايه عشان نبين التقاطع هنا في لو جينا نرسم هذا المربع ده بمثل ايه بمثل الاستوانة بتاعي هذا الخط المفروض بمثل ايه بمثل الخط ده اللي هو موجود على مستوى النقطة هذه ولازم في الحالة هذه نرسم ايه لو نظرنا في الاتجاه ده نرسم خط التقاطع ده اللي هو ده هذا بيعتبر ايه خط التقاطع خلينا نشوف الآن مسألة مهمة وهي necessary views ايه المساقط المهمة اللي لازم نرسمها هنا في قاعدة بتقول choose the views that نقطتين show the shape most cradling يعني هتختار المساقط اللي بتبين الشكل بتاعك بصورة واضحة have the fewest hidden lines يعني المساقط اللي انت هتختارها تكون فيها اجل ما يمكن من الخطوط المخفية والحاجة الثالثة show the object in actual or usual stable or operating position يعني هتختار المساقط اللي تظهر ال object بتاعك في شكل stable ثابت وإلا في حالة الشغل بتاعه حاجة ثانية اللي هي sketch or drawing should only contain the views needed to clearly and completely describe the object لو انت محتاج ثلاثة مساقط ترسم بس ثلاثة مساقط عشان تظهر بصيفة كاملة ال object بتاعك مش محتاج تحتاج ترسم اربعة مساقط حاجة ثانية generally في الغالب ثلاثة مساقط three views of an object are drawn يعني في اغلب الحالات بنرسم ثلاثة مساقط the elevation, the plan, the side view في نوعة الثانية how we choose views مين هنختاره elevation, مين هنختاره right side view, مين هنختاره plan we must orient the object so that the front view shows the shape of the object most clearly يعني هتختار front view اللي هو elevation بحيث يكون الرسمة بتاعك واضحة وفيها few hidden lines عقل ما يمكن من الخطوط المخفية كمان choose front view اللي هو اسمه كمان the elevation so that it has a large number of normal surface and that has largest length يعني هتختار الوجه اللي هو عنده اطول بعد واكثر ما يمكن من المساحات العادية اللي هي موازية للx والy والz كمان show the side view and top view اللي هو البلان unless other views are better fewer hidden lines يعني better يعني فيها أجل ما يمكن من الخطوط المخفية todo